موسيقى في جريمة جديدة استشهاد خمسة مواطنين وإصابة ثمانية بلغم حوثي في التحيط محافظة الحديدة موسيقى تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية على طاولة واشنطن والأمم المتحدة تبدي تخوفها موسيقى خسائر كبيرة تتكبدها الميليشيات في جبهات عدة بالجوف ومارب والبيضاء وتقدم للقوات الحكومية ورجال القبائل موسيقى الثامنة والنص بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم استشهد خمسة مواطنين وجرح ثمانية آخرون بينهم طفلة بلغم أرضي زرعة ميليشيات الحوثي الإرهابية في الطريق الترابي بالتحيطة في إطار جرائمها المتواصلة في زراعة الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية في إطار إصرارها على قتل أكبر عدد من المدنيين في الحديدة خمسة مدنيين استشهدوا وجرح ثمانية آخرون بينهم طفلة بلغم زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في الطريق الترابي في مديرية التحيطة محافظة الحديدة في محية التحيطة في هذا اليوم المشهوم على أبناء المديرية خمسة أفراد فيهم امرأة وثمانية جرحة أثر انفجار أبو ناسفة زرعها ميليشيات الحوثي أعداء الإنسانية مما أودت بقتل هؤلاء الأبرياء الآمنين الذين كانوا ذاهبين للتكسب والأمل وبعضهم لزيارة أهلهم وأقاربهم وبعضهم حضر ليشترك في أعراس وكان نهايته المول هذه الجرائم التي يقوم بها ميليشيات الحوثي على مرمى ومسمى من هذا العالم الذي يتغاضى عن جرائم واللقنة الأمنية المكلفة بالنزول نائبة رئيس الوهد الأممي الذي رأت كل شيء وتجاهلت وتغاضت عن هذه الجرائم ولم يبدوا شيء ولم يدينوا حتى جرائم ميليشيات الحوثي الإجرامية السيارة كانت في طريقها إلى قرية قريبة من الخوخة لأن العبوة الناسفة التي زرعتها الميليشيات لم تدعهم يكملوا طريقهم للخياة وسلبت أرواحهم وتسببت بإعاقات للجرحة في هذا اليوم المسؤوم على أبناء مدينة التحيتة أستشهد اليوم خمسة مدنيين إثر انفجار أبوة ناسفة بالخطة القرابي الرابط بين مديرية التحيتة ومديرية الخوخة جنوب الحديدة كذلك استشدوا خمسة مدنيين بينهم إمرأة وثمانية جرحة بينهم صفرة كذلك هذه الميليشيات لا تخرج بين المدنيين والأسكريين فهي تضرع العبوات والعلغام لجميع المدنيين مأساة إنسانية تجسدها هذه الصورة التي تحكي جانبا من الجرائم والانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق المدنيين في قرى ومدن استهل التهامي كحال بقية مناطق اليمن التي ملأتها الميليشيات الإرهابية بآلاف الألغام والعبوات الناسفة الميليشيات الحوثية تواصل زراعة الطرقات والحقول الزراعية والمناطق الآهلة بالسكان بالمتفجرات والألغام وبشكل عشوائي بل وترفض تسليم خرائط زراعتها للألغام للبعثات الدولية ما يؤكد وبجلى حقدها الدفين والإصرار على مواصلة استهداف المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا في أوساط الأبرياء إلى ذلك طالب ناطق المقامة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وفي تعليق له على الجريمة الحوثية الجديدة في التحيطة قال دويد في تغريدة على حسابه بتويتر إن الألغام والعبوات الناسفة جرائم حرب ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين يجب أن يحاسب مرتكبوها وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانتها وتصنيفهم بما يليق بهم كإرهابيين واصفا الجريمة بأنها مروعة ويوم دموي جديد لليمنيين تصنعه عناصر عبد الملك الحوثي عقوبات أمريكية ستقع كالصاعقة على كبار قادة ميليشيات الحوثي وجميع منتسبي الجماعة في حال صادقت الإدارة الأمريكية على قرار إرهاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وسيتبع كل ذلك عقوبات اقتصادية على كل متعامل مالي مع الميليشيات الأمر الذي يراه محللون تجفيفاً للمنابع وتسريعاً في مسار حل القضية اليمنية فعلياً ورقة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية موضوعة على طاولة المكتب البيضاوي وتسعى الإدارة الأمريكية لفرضها أمراً واقعاً خلال الأيام المقبلة وفي هذا الإطار أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع ميليشيات الحوثي في اليمن وأكد أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية بظل دعوات للحوثي للإبتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار دعوات لم تجد طريقها إلى مسامع الحوثي فقد نفذت الميليشيات هجوماً جديداً على جدة قدمت به الميليشيات المدعومة بالسلاح من إيران دليلاً جديداً على ناجية الإرهابية مراقبون يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن منظمة إرهابية تأتي مساعيها في إطار خطة مرحلية لمواجهة إيران في الشرق الأوسط هذا وما تزال الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تبدي تخوفاً من تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية فقد حث قوتريتش الشهر الماضي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على إعادة النظر في خطط إدراج ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية وفي الجانب الدولي أيضاً تشير الأنباء إلى أن ألمانيا والسويد التي ضغطتا على إدارة ترامب بالتراجع قد تعثرت جهودهما الأمر الذي بدوره يؤكد النية الحقيقية لأمريكا في أرهبة ميليشيات الحوثي وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها في الحديدة وليفيا على مرأة ومسمع من العالم والفريق الأممي الذين يقفان موقف المتفرج على ما يجري فيما حيث ينالها النصيب الأكبر من الانتهاكات لم تتوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين من أبناء حيث لتواصل استهداف الأهالي في الشوارع الرئيسية والأسواق وخلال اليومين الماضيين سقط ثلاثة أشخاص أصيب الأول برصاصة أثناء تواجده في مكان عمله بسوق المدينة ومواطنان من قرية الرباط الواقعة جنوب المديرية استهدفتهما قذيفة حوثية أثناء عبورهما من منفذ سقم على متن دراجة نارية في طريقهما للعودة إلى منطقتهم وتم سعافهما للنقطة الطبية التابعة للقوات المشتركة لكن أحدهما فارق الحياة متأثرا بإصابته والآخر مزقت جسده الشضايا وصفت إصابته بالخطيرة أصيبوا في المواطنين ولهم عبد الله سليمان حمانة وهم عائدين إلى بلادهم بعد أن دخلوا وقضوا لعيالهم وأخذوا منهم قوتة يومهم ورجعوا إلى بيوتهم ولكنهم لم يوصلوا إلى بيوتهم وإنما قد حط عليهم هاما بالطريق وانتهوا وقد تم إصعافهم إلى النقطة الطبية وقاموا بالإصعافة التلوينية فالمواطن عبد الله سليمان توصى تمام والآخر تم إصعافه إلى المستشفى الميداني بالخوقة جرائم بشعة ودموية تتكبها ميليشيات الحوثي الإجرامية بحق نساء وأطفال وشيوخ حيث دون رحمة فخلال نوفمبر الجاري سقط أربعة ضحايا مدنيين بينهم قتيل وثلاثة جرحة من بينهم امرأة وذلك بعد زيارة البعثة الأممية لهذه المديرية التي جعلت منها الميليشيات مسرحا للقتل والدمار خلال تصعيدها المتواصل دون رادع لا زالت ميليشيات الحوثي الإجرامية الإرهابية تقصف مدينة حيث بكل أنواع الأسلحة فيها خلال هذا الشهر شهر نوفمبر سقط أربعة ضحايا مدنيون منهم قتيل وثلاثة جرحة حتى زيارة مبعوثة الأمم المتحدة إلى مدينة حيث لن توقف الميليشيات الحوثية عند حدها بل زادت الطين بلة زادت الميليشيات الحوثية من خروقتها المتكررة في مدينة حيث وهذه الزيارة لا تغني ولا تسمن من جوع عند كل نكسة وهزيمة تتقرعها ميليشيات الحوثي من القوات المشتركة في حيث تقوم بعمليات قصف غادرة وجبانة تستهدف الأحياء السكنية المقتضة والشوارع الرئيسية والمنافذ الإنسانية مما يسفر عن وقوع قتلى وقرحة في صفوف المدنيين الذين جعلت منهم الجماعة الكهنوتية مجرد ورقة تعبث بها كيفما تشاء ووقودا لحربها العبتية على مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف أمام ما يقري في اليمن موقف المتفرق حسام بكري لقناة اليمن اليوم الحديدة تراجع العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الذين جندتهم الميليشيات من قرى أرياف مدينة حيث جنوب الحديدة عن الذهاب للقتال في صفوفها وقاموا بتسليم أسرحتهم وذكرت مصادر محلية أن العشرات من العناصر الذين تم تجنيدهم تراجعوا عن الذهاب للقتال في صفوف الميليشيات بعد أن جندت الميليشيات عددا من أهالي القرى الريفية التابعة لحيث وقتلوا في جبهة مارب والجوف في الجوف استدرجت القوات الحكومية ورجال القبائل مجامعة من عناصر الميليشيات الحوثية كانت تحاول الوصول إلى مواقع أفراد القوات الحكومية في جبال الضحيضة والصيعري شرق الحزم بمحافظة الجوف أفادت مصادر عسكرية أن وحدات من القوات الحكومية والقبائل استدرجت مجامعة حوثية حاولت الوصول إلى جبال الضحيضة والصيعري بالقرب من بير المرازيق حيث دارت مواجهات تمكنت بإحداث التابعة للقوات الحكومية خلالها من محاصرتهم من عدة اتجاهات موقعين فيهم عدد من القتلى والجرحى فيما لذا من تبقى منهم بالفرار أما غرب مارب تخوض القوات الحكومية معارك مستمرة مع المليشيات بعد وصول تعزيزات للقوات الحكومية والقبائل حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبهة مقدرة كما استعدوا مواقع أخرى في وادي حلحلان بالقرن من معسكن ماس وانتهت المواجهات بمصرع أكثر من مئة عنصر حوثي من الجبهتين مع إعطاب عدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين وتشهد جبهة عدة مواجهة ضارية من القوات الحكومية ورجال القبائل من جهة ومليشيات الحوثي من جهة ثانية تشتد وطيرتها في جبهة مارب والجوف ونهم وتتكبد خلالها المليشيات خسائر كبيرة وقتلة بالمئات باتت وسائل علام المليشيات الحوثية في ترويج انتصاراتها الوهمية تحكس مدى انهيار جحافل الحوثي في جبهة نهم ومأرب والجوف التي تحولت إلى محارق موت ترتلع مقاتليها في الجبال والصحاري والوديان فقد اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية وخسر الحوثي المئات من أبناء القبائل الذين يدفع بهم إلى معركة خاسرة فغربية محافظة مارب خاضت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل معارك ضارية تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة أسفلت عن مصر ما لا يقل عن مئة عنصر من عناصرها وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتبا عسكرية كبيرة واشتدت المعارك على امتداد جبهات المخطرة غرب المحافظة وصد تقدم للقوات الحكومية المسنودة برجال القبائل وتمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل من دحر مليشيات الحوثي من عدد من المواقع والثكنات التي كانت تختبئ فيها عناصر المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح تزمن ذلك مع استهداف تعزيزاتها ومواقع لها بضربات جوية متفرقة أسفرت أيضا عن مقتل العشرات من عناصرها من بينهم قيادات ميدانية وتدمير عدد من الآليات القتالية أما في محافظة الجوف فقد وقع العشرات من العناصر الحوثية في مصيطة القوات الحكومية والتي تمكنت من إفشال هجمات واسعة شرقية المحافظة وإحفاظ عملية التفاف للمليشيات بين الأقشع ومديرية إرغوان كما تم تدمير أطقم عسكرية في الأقشع بضربات جوية بالتزامن مع احتدام المواجهات بين الطرفين في حلحلان وتدور معارك عنيفة في محيد معسكر اللبنات الاستراتيجية والذي بات محاصرا من عدة اتجاهات من القوات الحكومية ولم يعد يفصل بينها وبين بوابة المعسكر سوى كيلومترات فقط وذلك لتحريره من قفضة الميليشيات التي سيدرت عليه خلال إبريل الماضي أما جبهة نحم البوابة الشرقية لدخول صنعاء فقد شكلت بجبالها الوعرة مقبرة لعناصر ميليشيات الحوثية التي تحاول التقدم صوب مأرب إلا أنها لا تحصد سوى الخسران والمزيد من القتلى من أبناء القبائل الذين تزج بهم في محارق الموت في معركتها العبثية التي تسعى من خلالها لتكريس سلطة الكهنوت من جديد ولن يتحقق لها ذلك في تعز أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثرى سقوط قديفة حوثية على حي ضبوع بالمدينة وقالت مصادر محلية إن أما وطفلين أصيبا بجروح نتيجة سقوط قديفة حوثية على منزلهم في مدينة تعز وأعلنت منظمة أطباب لا حدود استقبال امرأة وطفليها في مستشفى الثورة وقالت في بيان لها إن الحادثة يبرز الخسائر المستمرة للمدنيين جراء القذائف العشوائية المتواصلة بحاق المدنيين في حجة اختطبت امرأة بدماء زوجها التي سفكها مشرف حوثي بدم بارد وفي مشهد يدمي القلب أقدمت زوجة الشهيدة الشيخ حميد طفيان على تغضيب يديها ووجهها بدماء زوجها المغدور التي ملأت المكان في سوق حجة المركزي بعد أن أرداه قتيلا أحد مرافقين مدير أمن حجة المعين من قبل البليشيات وينتمي القاتل لأسرة أل طفيان والذي استقوى في ارتكاب الجريمة بقربه من قيادات المليشيات الحوثية تمكنت الفرق الهندسية التابعة للتحالف من إزالة وتدمير خمسة ألغام بحرية زرعة مليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر وقال التحالف في بيان إن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع صدق يصل مجموع الألغام البحرية التي تم تدمرها منذ بداية الحرب مائة وثلاثة وستين لغما نشرتها المليشيات عشوائيا في البحر الأحمر والمياه الإقليمية تشهد محافظة عدن والمحافظات المجاورة موجة لجوء من القرن الأفريقي وسط أوضاع معيشية صعبة للغاية في ظل الغياب التام للمنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لهم بينما تستغل مليشيات الحوثي أوضاعهم وتزج بهم في حربها العبثية التي أشعلتها منذ نحو ست سنوات للتعويض عن خسائرها البشرية كالمستجير من الرمضاء بالناري هكذا هو حال هؤلاء المهاجرين القادمين إلى اليمن بطرق غير شرعية عبر البحر من دول القرن الأفريقية وخصوصا من إثيوبيا والصومالة للبحث عن مصادر الرزق ليجدوا أمامهم أبواب موسطة وطرق مسدودة وأوضاع معيشية صعبة تجرعه اليمنيون بأنفسهم جراء الحرب الدائرة التي أشعلتها مليشيات الحوثي على اليمن واليمنيين منذ ست سنوات على قارئة الطرق والأرص فيفترشوها ولاء اللاجئون الأرض ويلتحفون السماء في مدينة عدن يتمتمون بلغاتهم دون أن يفهمهم أحد سوى إفصاح بعضهم بكلمات عربية غير واضحة وتشكل موجة اللجوب عدد كبير إلى عدن المحافظات المجاورة عبئا كبيرا على السرودات المحلية والحكومة بشكل عام في ظل الغياب التام للمنظمات الدولية الإنسانية في مقدمتها منظمة شؤون اللاجئين والهجرة الدولية عن القيام بدورها تجاه اللاجئين وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لهم حتى أنهم باتوا غير قادرين للعودة إلى بلدانهم لنعدام وسائل العودة تشهد محافظات عدن ومحافظات المجاورة موقع تمزوحة جديدة لللاقيين وخصوصا للذيوبيين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم اللاقيين والمهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة خلال الأيام الماضية يشكلوا أزمة كبيرة بسبب عدم توفر أي مخيمات وعدم قيام المنظمات الإنسانية بدورها حيث باتوا في الشوارع بدون أي غذاء أو أي مسكن أو ما وتستغل مريشات الحوثي تلك الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الأفاريق للسقضاء بمن قتال في صفوفها ليكونوا وقودا مع المغرر بهم والتي لا يهمها من يسقط ضحايا في حرب العبث يسوى إشباع نهمها والسمرارية بقائها للتصلد على رقاب اليمنيين وممارسة النهب والترهيب بحق كل من يخالفها مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل ميليشيات الحوثي تلاحق الأمناء الشرعيين في إطار مساعيها للبسط على الأراضي وسوق العقار في مناطق سيطرتها من ديسمبر كانت انطلاق الشرارة الأولى لإستعادة الجمهورية من ميليشيات التهانوت التي تحاولت تطمس معالم الدولة زعيم علي عبدالله صالح قدم روحه في داع لهذا الوطن في وجه الكهنوت أتينا لداعي الوطن والتلبية وصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه وسننفذ جميع وصاياه واحدة تلو الأخرى حتى نوصل الجبال مران ولا زالت طورة الثاني من ديسمبر مستمرة ونحن على دربها سائره كل يمن يحر أن يستجيب لهذا النداء وينطلق انطلاقة الزعيم علي عبدالله صالح نحن كلنا ندين له بالعرفان والجميع لإطلاقة الثاني من ديسمبر ونحن كلنا ديسمبريون وسنكون ديسمبريون كما كنا سنتربريون وإنما نحن ماضون على هذه النهج وإنما مستمرون في الدفاع عنها وسوف نواجههم في الميداني في المكرمي في المتارس في كل الجبهات ضد هؤلاء الشرمة المغيظة جهود حثيثة تبدلها السلطة المحلية في مناطق الساحل الغربي لتنظيف كورنيش المخى وتحويله من منطقة يعمها الخراب والدمار إبا ندخل الفليشيات الحوثية إلى وجهة سياحية يأمها المواطنون من جميع المناطق المحررة للاستجمام كورنيش المخى في الساحل الغربي أصبح وجهة يقصدها المواطنون بعد تحريرها من ميليشيات الحوثية ومع الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل تأمين عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن كانت هذه المناطق تخلو من الحركة يعمها الخراب والدمار إبا ندخل الميليشيات وإيقافها لكل مظاهر الحياة الجهود الحثيثة في إعادة الحياة إلى المديرية تخلى لها حملة نظافة في كورنيش ساحل المخى لمدة أربعة أيام دشنها مكتب السياحة والسلطة المحلية في إضار الجهود التي تتم بمشاركة مجتمعية من الرجال والنساء لتنظيف المتنفس الوحيد لأبناء المديرية بعد أن حرموا من أبصد الخدمات خلال سيدرة الميليشيات الإرهابية أكثر من 150 عامل وعاملة من الأسر الفقيرة والنازحين الذين فروا من القصف الحوثية استهتفتهم السلطة المحلية للمشاركة في تنظيف المديرية وعودة الحياة فيها إلى ما كانت عليه وتحريك عجلة البناء والإسهام في جعلها قبلة للزائرين والسياحة الاهتمام الملموس في مديرية المخى يجعل منها منطقة نظيفة وخالية من المخلفات التي تجلب الأمراض والأوبئة التي اشتاحت مراطق عدة في الساحل الغربي وفتكت بالكثيرين من أبناء الساحل وبما يحد من انتشارها مجددا وتحتاج مزيد من الجهود لكي تكتمل الصورة الحضارية لجميع مراطق الساحل الغربي وتعود الحياة إليها كما كانت عليه سابقا تنفذ ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات وملاحقة واسعة للأمناء الشرعيين في صنعاء والمناطق القاضعة لسيطرتها في مسعى منها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والتحكم بسوق العقارات تسعة ميليشيات الحوثي لتنفيذ مخطط الإحكام قبضتها على سوق العقارات وتسهيل مهم قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والمواطنين في مناطق سيطرتها من من يخالفون أفكارها الضلة تحت مبررات وهي فقد أوقفت الميليشيات منذ أسبوع عملية البيع وشراء الأراضي والمنازل وشنت حملات لملاحقة موثقية العقود لأمناء الشرعيين والزجيبهم في السجون بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عملية السطوي على الأراضي والتحكم في سوق العقارات مصادر محلية قالت بأن القيادي محمد علي الحوثي أصدر أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضي أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعه عن أسماء المناء الشرعيين الجدود وتعكف جماعة الحوثي عبر وزارة العدل التابعة لها على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقية العقود من عناصرها بقية توزيعهم في صنعه ومدن أخرى خاضعت لها وذكرت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعه ومدن أخرى تحت سيطرتها من جانبهم قال سكان في صنعه أن عربات الحوثي لتزال تجوب حيا وشوارع عدة في العاصمة بقية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم ولم يتركوا المجال لمن فرضهم الحوثي أمناء يدون له بالولاء المطلق للقيام بأعمالهم نظرا لعدم يقبولهم شعبيا وعدم رضوخ المواطن للتعامل معهم ويقول السكان أن أغلب الأمناء الشرعيين الحاليين الذين تلاحقهم جماعة الحوثي هم من ذوي الإختصاص ومعتمدون رسميا ومعروفوا لدى قانطي الحارة والأحياء منذ سنوات عدة توفي سبعة صيادين يمنيين غرقا قبالة سواحل الصومال بسبب تأثيرات إعصار جاتي الذي تحول باتجاه خليج عدن وقالت مصادر صحفية أن سبعة الصيادين وهم من أبناء الديس الشرقية بحضر موت توفوا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل مدينة حافون بولاية بونتلاند الصومالية بسبب عاصفة مطرية ضربت سواحل المدينة متسببة في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية أدت إلى غرق خمسة صيادين يمنيين بعد انقلاب قاربهم في المياه وكان مركز الإعصار جاتي وهو إعصار من الدرجة الثالثة تطور من عاصفة مدارية ودخل بر الصومال مساء الأحد بعد أن ضرب محيط أرخبيل سقطرة وهو على هيئة عاصفة مدارية متسببا بأمطار غزيرة على الأرخبيل أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسميا فوز جو بايدن بالانتخابات مؤكدة أنها تسمح ببدء العملية الانتقالية من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تشرامب أنه أعطى أميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم إصراره على مواصلة إقامة دعاوا قانونية وأضاف في تغريدة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر قضيتنا تمضي بقوة وتنواصل المعركة وأنا أؤمن أننا سننتصر لكن لمصلحة بلادنا أوصي بأن تقوم إملي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته منحت أكاديمية ناصر العسكرية العليا في جمهورية مصر العربية اليوم الباحث العميد الركن سعيد محمد الفقيه درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته الموسومة بعنوان الرؤية الاستراتيجية لمستقبل اليمن وتأثيره على الأمن القومي الحربي وقد أشادت لجنة الحكم والمناقشة بمضمون الرسالة التي هدفت إلى وضع رؤية استراتيجية لإيقاف الحرب والشروع في بناء الدولة اليمنية المعاصرة على أسس ومنطلقات وطنية وفق إجماع وطني يقرره الشعب بكافة فئاته وشرائحه المجتمعية دون استثناء واستشرفت الرسالة سيناريوهات متعددة للمستقبل ورجحت السيناريو المتمثل بالخلاص والإنقاذ الوطني الحامل الرئيسي للاستراتيجية المقترحة التي سوف تنفذ على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وقد خرجت الرسالة بعدة توصيات أبرزها الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع للوقوف على الوضع الراهن وإيقاف الحرب والشروع في معالجة آثارها وانعكاساتها السلبية وبناء اليمن الجديد مع الحفاظ على سيادته واستقلاله وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية وعلمية وإعداد خطة وطنية شاملة تعتمد على أسس التصالح والتسامح وطي صفحات الماضي وفتح صفحة جديدة للوئام الاجتماعي وجبر الضرر والتعويضات اللازمة لكافة المتضررين اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة عميد سعيد محمد سيف الفقير ومجمورية اليمن لمنحي درجة دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية على النحو التالي دوا دكتور محمد أشبوش رئيسا دوا دكتور سعيد أحمد الصالحي مشرفا وعضو أستاذ دكتور دلال محمود عضو وذلك في تمام الساعة الساعة ألف بيوم السلساء الموافق 24-11-2020 بأكاديمية ناصر العسكرية الأولياء وطرى اللجنة من خلال دراستها ومناقشتها للباحث أن المستوى العلمي للباحث عالي ويرقى إلى المستوى المطلوب لمالي درجة دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية لذا توصل اللجنة بغلبية الأراضي بمنح ستعميد العميد سعيد محمد سيف الفقير درجة دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية بتقدير انتياز مع مرتبة اشتركوا في القناة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل إصابة واحدة بكورونا في محافظة عدن فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة أو شفاة وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 2037 بينها 604 وفيات و1379 حالة تعاف وعالميا يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا من عتبة 60 مليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء ما أدى إلى العودة إلى الإغلاق وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 59 مليون و800 ألف إصابة فيما وصلت الوفاة إلى مليون وأربعمائة وسبعة آلاف أبلغ من تم الشفاء أكثر من 41 مليون و354 ألف شخص ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل في صدارة الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون عن اتفاق مع شركة مودرن الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها وهو لقاح مضاد لكوفيد-19 وسادس عقد يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر وكانت فون ديرلين أعلنت الخميسة الفايت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص لقاحين ضد بيروس كورونا من إنتاج تحالف مختبري فايزر بيونتك ومختبر مودرنا قبل نهاية الشهر المقبل وذكرت أن وكالة الدواء الأوروبية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي الضوء الأخضر لبدء توزيع اللقاحات التي أثبتت أنها آمنة وفعالة إلى ذلك تتوقع ورقة نشرتها شركة DHL بالتعاون مع ماكنزي الحاجة إلى 15 ألف رحلة جوية لتوزيع الإمدادات العالمية من اللقاح والتي ستحمل 15 مليون صندوق تبريد أو ستحمل 15 مليون صندوق تبريد وكميات كافية من الثلج الجاف وأجرت شركات الخدمات اللوجستية بعض الاختبارات هذا العام لكن توزيع اللقاح يواجه تحديات فريدة خاصة به وتتطلب العملية نقل اللقاحات من المواقع المركزية إلى مواقع التوزيع منها المستشفيات والصيدليات ومراكز التطعيم بالطائرات أو الشاحنات وسيتعين على السلطات الصحية والمنتجين ومقدمي الخدمات اللوجستية العمل معا لضمان سلسلة إمداد مناسبة تساعد على وصول اللقاح بأمان إلى الناس في جميع أنحاء العالم اشتركوا في القناة في الختام تذكير بأبرز العناوين في جريمة جديدة استشهاد خمسة مواطنين وإصابة ثمانية بلغم حوثي في التحيط من حفظة الحديدة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية على طاولة واشنطن والأمم المتحدة تبدي تخوفها خسائر كبيرة تتكبدها الميليشيات في جبهات عدة بالجوف ومارب والبيضاء وتقدم للقوات الحكومية ورجال القبائل لقاءنا في الحادي عشر والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة